على مدار السنة تشهد أربيل إقامة 17 معرضاً دولياً في مختلف المجالات من أصل 32 معرضاً يقام في كل أرجاء العراق إدارة المعارض بطاقمها الجديد قررت اتباع آلية جديدة في عملية تنظيم هذه المعارض من خلال الاعتماد على طاقمها المدرب تدريباً عالي المستوى في إقامة المعارض وإدارة دفتها على نحو يضمن لها نجاحاً أوسع بخلاف الآلية السابقة التي اعتمدت على تأجير أرض المعارض للشركات المشاركة الحكمة أنه كانت الشركات المنظمة التي تأخذ الإيجار من المعرض كانوا يهتموا بالربح المادة فقط للمعارض لا بد أن تكون مهم هل الشركات الموجودة في المعارض المشاركة تستفيد بالمعارض أو لا فكان كل أهم ربح المادة فعشان كده بسوي الشكوى من الشركات المشاركة بالمعارض قررنا أنement که قائدارة معارض العربية الدولة هي التي تقيم المعارض المتخصصة والأكبر بالأكليم لأن الحكومة هي التي تدعم المعارض دي فلما نعمل المعارض والحكومة تدعمنا الشركات دي ستستفيد أكتر تقول الإدارة أيضا إن التغييرات الحاصلة في آلية إقامة المعارض خلقت مزيدا من فرص العمل فضلا عن تحقيق نجاح أكبر للمعارض بعد 17 سنة يحتاج إلى تعديلات وتغييرات لإنجاح أكثر لنظام المعارض في أربيل لأنه كما تعرفنا حضرتك أنه من 2005 اتأسس معارض أربيل الدولي بإدارة معينة مشكورة وصلة إلى مستوى المطلوب لكننا بطموحنا وسياستنا الجديدة يطمح إلى دعم أكثر وتغيير الإدارة جذريا لسطح حاجات السوق الكردي في أربيل وبفضل آلية الجديدة كما تقول الإدارة فإن المعارض الذي أقيم قبل أيام استقطب في غضون أسبوع 76 ألف زائر فيما يتوقع أن يستقطب المعارض الذي سيقام بمناسبة النوروز أكثر من 200 ألف زائر تقول إدارة المعارض الدولية في أربيل إن التغييرات التي أدخلتها في آلية إقامة المعارض ستضمن فرص عمل إضافية للشباب ناهيك عن تنظيم أفضل لهذه المعارض مستقبلا هيو عزيز سكاي نيوز عربية أربيل